ملف السياسة الخارجية وتأثيره في هذه الانتخابات ينضم إلينا ضيفانا من مارليند دكتور هنري باركياد دبلوماسي والأمريكي السابق دبلوماسي الأمريكي السابق وكبير الباحثين في مجلس العلاقات الخارجية هو من واشنطن جون روس ماندو الباحث السياسي والاستراتيجي أهلا ومرحبا بكم أبدأ معك دكتور هنري بالسؤال على ما يكرره الرئيس السابق والمرشح الجمهوري مرارا في كل ظهور له أن العالم كان أكثر سلاما وأمنا متجاهلا فكرة أنه غير وزير خارجية غير مستشارا للأمن القومية أتخذ خطوات أطلقت الخلفاء حتى قبل الأعداء من يشتري ما يقول رئيس ترمب يقول إنه لو كان رئيسا لم يكن لهذا أن يحصل لا أعتقد أن حماس كانت ستهتم بما يفكر فيه ترمب وإذا ما كانوا سيقومون بسابع من أكتوبر أو بخلاف ذلك لا أعتقد أن ذلك كان سيعتمد على وجود ترمب في سجدة الحكم أو خلاف ذلك أعتقد أن العالم لم يكن ليكون أكثر سلاما وهذا ينطبق أيضا على ما حصل في أوكرانيا سيد رسماندو أيضا هناك قلق آخر له علاقة بالتعامل مع الأجسام الأممية مع حلف الناتو وغيرها قياسا لما رأيناه في الفترة الأولى لترمب لكن ما الذي تقدمه أيضا هاريس مختلف عما رأيناه في سنواتها كنائبة للرئيس مع بايد نائبة الرئيس ليس لديها الكاريزما ليس لديها الجاذبية وليس لديها القدرة على الإيفاء بالمهمة سيد ترمب عندما كان في سدة الحكم الكثير من الديمقراطيين والزملائي في منظمات مختلفة مجلس الشؤون الخارجية وإلى ما هناك قال أن ترمب لم يقبل كثير ولكنه فعل الكثير لأنه ضغط على أعضاء الناتو لكي يعززوا من انفاقهم الدفاعي لكي لا تدفع أمريكا فقط لقاء ما يجري فيما يخص ميزانة الناتو وكان هناك أيضا أمر مرتبط بتهديد بسحب القوات الأمريكية من ألمانيا وبالضافة لذلك أذهب ربما إلى بولندا أو دول البلطيق وأعتقد أن ذلك كان أمرا مستبصرا لأن بايدن يقوم بشيء ذاته الذي جرى الحديث عنه إبان إدارة ترمب ولكن لا أعتقد أن هاريس سوف تبني بلال حسنا ولن تضغط على الألمان لكي يعززوا من انفاقهم الدفاعي سيما فيما يخص دعم ألمانيا إلى أوكرانيا دكتور هانري جانب آخر له علاقة بهذه السياسات الخاصة بالهجرة التي يقول رئيس السابق أنه سيتخذها حين يصل إلى البيت الأبيض لا علاقة بتأثير تنفيذ هذه الترحيلات والسياسات الخاصة بالهجرة على علاقة الولايات المتحدة بدول الجوار وبغيرها من الدول التي يخطط أن يضغط عليها لاستقبال طالبي لجوء وغيرهم من الفئات التي سيقدم حضرا وتغييرا لسياسات الخاصة بالهجرة بشأنها من نسبة لقضية الهجرة فيتشكل مشكلة كبيرة ارتفعت نسب الهجرة وجزئيا هذا طبعا يتصل بتداعي الاقتصادات في الدول الجارة والولايات المتحدة الأمريكية تجتذب أشخاص من مشارب مختلفة هم لا يذهبوا إلى أوروبا أو إلى روسيا أو إلى أي بلد آخر إنهم يأتون إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث حرية التعبير والحصول على وظيفة وإلى ما هناك وأما القضية الشائكة فيترتبط بالهجرة غير النظامية ويتعين بطبعة الحال ترق طريقة للوصول إلى حل الجمهورين والديمقراطيون التأموا ومرروا اقتراحا من كلا الحزبين وصل إلى الكونغرس وطبعا الرئيس ترمب انسحب الجمهورين من هذا الاتفاق وكان أمرا غيرا لا يدعو إلى الكثير من التفاؤل لأنه انسحب وأعتقد أن أي إدارة سوف تتعامل مع ملف الهجرة ولكنه ملف شائق ولكن أين سيرسل هؤلاء هل سيوضعون على السفن ويرحلون لا أعتقد أن ذلك سيحصل سيد رسماندو دعني أربط ملف السياسة الخارجية بتصريحات داخلية حين يقول الرئيس السابق والمرشح الجمهوري إن بعض الأشخاص مثل زعيم كوريا الشمالية أقرب إليه ممن يصفهم بالأعداء في الداخل ما الذي يقوله ذلك أيضا عن نظرته للعالم وللولايات المتحدة في داخلها والسياسيين فيها أعتقد أن رئيس ترامب يؤمن بأنه يتعين التواصل مع الخصوم المحتملين خلال الحرب الباردة الروسة كانوا يهددوننا بخطاب مؤجد المشاعر تواصلنا مع خرشوف وتواصلنا مع بريجنيف لذلك يجب إرسال رسالة إلى كيم جونغ أون وكوريا الشمالية مفادوها أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقلب نظام الحكم ولن تغزو البلاد وهذا ما يبرره كيم جونغ أون لتعزيز برنامجه النووي هناك أشخاص داخل الولايات المتحدة الأمريكية كمسرب معلومة الاستخبارات الإسرائيلية لجهة ما ستقوم به في إيران وهناك حصل ذلك من خلال قناة تيليجرام وهناك أشخاص أيضا أرسلوا بالونات تجسس في بلاد المتحدة الأمريكية في سمائها ودونالد ترامب لم يكن ليسمح بذلك وجو بايدن عندما اعتلى السوداء بالحكم أسقط الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية وأيضا حثى السعودين والإماراتيين على وقف حربهم ضد الحوثيين ولكن ندفع الثمن ذلك الآن وهناك أشخاص من الداخل يتحدثون باسم العدو الداخل وباسم العدو الخارجي روسيا أو إيران أو الصين وهناك أشخاص في مجلس الأمن القومي يدعمون طالبان ويرسلون ملايين الدولارات كل أسبوع إلى طالبان وطالبان تعنف النساء أعتقد هذا ما يتحدث عنه سيد جون راسمنتو الباحث السياسي والاستراتيجي من واشنطن ومن مارلاندا دكتور هانري باركيا دبلوماسي الأمريكي السابق وكبير الباحثين في مجلس العلاقات الخارجية شكرا جزيلا لكم على هذه القراءة والنقاش بهذا النقاش نصل إلى نهاية